موسيقى عسلامتكم مرحبا بكم في كوجينتي اليوم بش نطيب لكم وصفة ابنينا برشا وسهلة واللي هي رسيت امريكية معروفة برشا اللي هي الريد فيلفتس الكيكا الحمراء نستحقو للمتاو امتاعنا انا الكنتية هذي امتاع فورما اكبرها 24 سنتي نستحقو 440 اجرام فارينة من انا مغرب لتها تجا ونستحقو 170 اجرام زبدة والزبدة لازمها تكون اترية بحرارة الغرفة وبش نستحقو 9 اجرام ملح وبش نستحقو 3 اعظمية كيف لازمكم تكونوا مخرجينهم من الفرجية القبل وبش نستحقو الكولورون الروج هنا عندي هذا الليكيت في هنا جاقو فريس كالبنات الفيتونس تتلقاوه هذي موجودة الماركة هذي باهي والبنات اللي في اللوروب تتلقاوهم يا اما هكا تبيبز الليكيت وإلا جيل البودر سايب عليكم منها على خاطر انحسها اتمرر الحاجة نستحقو في الليكيت هكا الستة مغارف وفي الجيل مغارفتين وهو الكولورون بعض عينكم ميزينكم اللي حمورية اللي تحبوها هو نورمال مو لقدتو هذي اجي كل الروج بردو وبش نستحقو 16 جرام كاكاو مور وبش نستحقو 450 جرام سكر ولقدتو هذي اجي بلاش خميرة واللي نفاشها اللي هو الخل والبيكربوناتو هو ما اللي بش يعطيوها فوليوم ويعطيوها اكل حشيشة لبنينة ونستحقو 7 جرام بيكربوناتو ونستحقو 7 جرام خلط طفيح ونستحقو 370 جرام يا غرط يبدأ ناتيوريل وقلقو فاني وماذا بيكم خذوا عندنا خذيتو فاني على خاطر ما عنديش كونتتي كبيرة فاني وزدت عليها شوية روم وكان عندكم انتوما الفاني هذي خذوا 6 جرامات وهو اصلها الكيكا هذي تجي بلاتي تشيلو ملاتي تشيلو ما عرفتوش وملقيتوش هنا قالك تنجم اتعوذوا بالياغورد حتى بالياغورد تجيكم ابنينا اللي في امريكا باس بشلقاوه نحن في تاريا ما فاميش وفاميش كون ريتهم يعملوا يخلطوا ياغورد وحليب ويعملوا فيه عصرقارس قالك هذيكا يولي اللاتي تشيلو وهيضهم مكونات القاتوم وطوا هيا نمشيوا مبعضنا نحضروا خبيزتنا وطوا ناخذو البيترام نحطو السكر ونركضوه بشكل زبدة تدوب وتولينا كريم وطوا تكملت تركضة الزبدة بالكديق بش نبدل الرأس هيدا بش تسجيه تخدم توا العظم وتوا نبدأ نركضو ونزيدو العظم بالعظمة بالعظمة وهي تركضها ما نقصوش عليها وهو كاك كيت تركضو ديما مضر بيكم هبطوا الحراف بش يتخلطو الكل مع بعضهم هني يتخلط الخاليط زدتو الملح والياغورتاء والرومم تانا وش نعود نقلوه توا بش نصوب ستاء مغارف كلورو اللي كيت ستاء مغارف صغار ونعودوه نركضوهم وتوا كملت ركفتهم بش نحيو البتر ونكمبو نخدموهم بسباتول وتوا نأخذو الفارينة ونزيدو عليها الكاكاو ونخلطوهم مع بعضهم ونحطو فورنا يصخن على تمبراتور 180 درجة وتوا نصوب الفارينة بشوية بشوية ونحركو بسباتول وتوا كملت خلط الخاليط ما بقت كان اللمسة الاخيرة اللي هي البيكاربوناتو والخل نصبو البيكاربوناتو في الخل ونخلطوهم ونصبوهم في وسط القطو ونخلطو الكل مع بعضهم وماذا بكم اللبسو لخاطر الكلوران شمح لها يدي الروج يصبغ يسر وتوا الخاليط متاعنا احضار ما بقى كمش نحطوه في الفورمات انا اخذت هنا ثلاثة فورمات او كتحبو تعملوا مدورة ولا كر وإلا تعملوها في فورمة واحدة ومبعد تقسموها تحبو على زوز ولا على ثلاثة انا عندي فورمة واحدة كر تعملو زوز من دورين وبعد بش نقصهم سينو تنجمو تعملو مدورين وبعد تقصوه فورمة الكر تاخذوا بابيه كويسون وتقصوه فورمة كر وتقصوهم ونكمل انعبيهم ونرجع لكم وهو اقبل ما تحطوا فيهم حطوا بابيه كويسون من اللوتا ودهنوهم بالزبدة والفارينا وعبيوهم هكا شوية شوية ثم بعد نفشو لكم ثم قويم الخليط يجيكم خاثر شوية وهكا كيتصبوه هكا انتو ما احلو هكا بسباتيول هكا باش يجيكم الكلو قد قدموا الشيرة طالعة وشيرة هابتا وتوا كملت استويت الفورمة باش ندخلها للفور نضيف الفورمة والتيب على تمبراتور 180 درجة مدة 20-25 دقيقة وديما في الوقت حاسب كوشتك وكي متسنسى الطيب القاتو وكي باش تعملو انتو مع ثلاثة طبقات كيفي هكا حطوا هكا كل طبقة التيب وحدها سينو حطوه في فورمة واحدة اما باش تزيدو في الوقت في عوض باش سيب لكم في 20 دقيقة حطيب لكم 40-50 انتي والكوشاء نضيف الفورمة والتيب ونبعد نرجع لكم وتوا مبقى كم نحضروا الكريمة انا باش نعمل الكريمة فانيليا نستحقوا الكريمة فانيليا نستحقوا 400 جرام سكر محور وكان ما عندكم محور تنجموا تستعملوا العادي لما حالة هون مستحسن تستعملوا المحور باش تجيكم رتبة الكريمة والبنات اللي فيتاليا هكا دي جاء رغم يبيعوا فيهم موجود تلقواه السكر فيه القو الفاني هكا تلقواه زكر وفالو فانيليناتو لما حالة انا ماخذتش الكل ما شافي بيلي اللي عندي في الدار فيهم القو الفاني اخي تلقى عندي كنية وخمسة وعشرين جرام والباقي هكا السكر محور عادي زدت علي هنا ادبي بيزا متع الروم متع الفانيلي سينو ما عندكمش السكر محور قو الفانيلي خوضوا تسعة جرام الفانيليا وباش نستحقوه 450 جرام زبدة ولازمها تكون اترية بحرارة الغرفة وباش نستحقوه نص سيترا حليب 500 مليلتر هكا حليب بارد ومضى بكم الحليب يبدأ خراسكو وانا الرسيتة ذي زدت عليها الماسكاربوني هي نورمانمو بليش مسكاربوني ما انا نحسو يبنن الكريم زدت عليها 250 جرام هذي زيادة من عندي لبنيت نجمو تستغنيو عليها الماسكاربوني اللي جاينا اخترت لكم اليوم كريم سهلة باش تبدأ متوفرة عندكم اللي في تونس الماسكاربوني غالي وما يعمل لها نورمانمو بثمالش يعمل بالفروماج ويزيد معاها الكريم شونتيي اناك اخترت لكم كريمة سهلة باش الناس الكل تنجم تحضرها واخذينا كذكيف 50 جرام فرينا وإلا انشاء شوى لكم وهذه مقادير الكريمة السهلة وما تشدش برشا وقت وديكم خبزة جاتو ابنينا وتوا ناخذوا الكسرونة نصبوا الحليب ونخلطوا فيها الفرينة على البرد وإلا انشاء كأو نخلطوهم لين تتحلك الفرينة الكل في وسط الحليب ومبعد انطيبوهم لين تختار وتعقد الكريمة ممتعنا ممتعنا حذرت كواليت بقبق وهو كاف ما تقصوش عليها التحريك لينتيب باش ما تكعبر الكومش كأخلطو بالفوي أسهل لكم وطوا نرمال مو طابط مش نطفي عليها الجاس وطوا نصبها في صحفة ونغتيها بالبابي ويدي الكريمة ونغتي عليها ونحطوا البابية هكا فوقها باش ما تعملش أكل جلدة خليوها تبرد البرة شوية ونبعد خطوها في فرجيديل وإلك خليوها المهم تبرد بالباهي باش نبعد نخنو بها الكريمة ممتعنا هذي المرحلة الأولى نكملو المرحلة الثانية ممتعنا حذرو وطابو الكل كنفشو بالمزيين نخليهم يبردوا بالباهي باش نبعد نسيينهم ونعملو لهم المونتاج وهوكا ما تنحيوهم باش من الفورمة إلا ما يبردو عالاخر باش ما يتفترشوش وطوا نكعملو المرحلة الثانية متع الكريمة متعنا ناخذو الزبدة متعنا بطبيعتها اتريا بحرارة الغرفة باش نركضوها شوية ونبديو نزيدو عليها السكر المحور باش شوية باش شوية لين توالي كريم قول علينا باش نعملو كريم اوبر نتجاه حتيت شوية مش مغاربل مش مشكل على خاطر ساعت يبدأ سكر المحور يبدأ ما هو شكل ارت ببرشة هكا اموة يبدأ ارتب البيهي وطوا باش الناحي الراس هيدا والناحي الزبدة اللي شدت فيها ونبادل الراس الاخر باش تسهل علي الخدمة الزبدة متعنا اترات بالبيهي مبقى كمش نحطو الكريم الولانية اللي طيب نيها اللي حليب والفارينة خليتها هنا برد بالبيهي وطوا باش نحطها المسكاربوني متاعي وكيف قلتلكم المسكاربوني التاش مو تستغنيوا عليه وهاوكا كان حتيتوا مع المسكاربوني زيت باش نقول لكم زيتوا خمسين ولا ستين جرام سكر محور هوكا الحليوة الشواليكم وكان مش مش تحطوا المسكاربوني حطوا اربعمائة جرام سكر محور وطوا نحط الرقم متاعي متاع الفاني ونكمل الركض للكريم متاعي الكريم متاعنا حضرت وطوا مبقى كمش نزينو القتو متاعنا وطوا القتو متاعنا ابرد بالبيهي مبقى كان باش نحيوه من الفورمة وباش نحطوه يعنا باش نعملهم شكل قلب وحوك انتو ما كان باش تعملوا شكل دورا نحيو الفقاني هكا شوية باش نبع تنجموه تفتفتوه سينو ما عندكم مش لبنيت فورمة كر تنجموه تصوروا قلب على الطبيق ويسون ومبعديكا تقصوه تحطوها على الخبزة امتاعكم وتبدو تشكلو الكرم وتقصو الزيت ما تحيروش نحط القلب هيدا باش يجيني لقيس قط قط نكامل انقصهم ونرجع لكم تبعوا تبعوا هدو شيء اللي قصيناهم هاكا نفتر شوهم وانلا احطوهم في الميكسور تبعوا تفتر شو لكم في ساعة تبعوا نجيب السيرو باش نسقيهم شوي على محاله مراوين انا نحب نسقيهم تنجموا ما تسقيوا همش و سيسوا عليهم باش ما يتحلكمش دي جاينا احليتها جيت نهزها تحلتلي شوية وتوا اخذيت الكوشلولة وبتيت نسقي فيها على محالة ما سقتهاش برشا وانا اصيرو غليت شوية ماء وزلتو شوية السكر وحتيت الروم طاالفاني مادمها الخبزة الكلها جوفاني وتوا اخذيت الكريم المتاعي وبديت نحط بالطبقة بالطبقة لنغطيها الكلها وتوا اخذيت الطبقة الاخرى وسقيتها شوية على محالة اقلبتها على القفى اكها وسقيتها وتوا احتيتها فوق القطوم تاعي وانزلت عليها وباش نكمل انغلفها وحتى كان الترجقة معكم متخلقش على خطر بستخبقت كلها بالكريم وبعد كامل نزينها وتوا باش نزين الخبزة امتاعي برت بالباهي زلتنا ركات شوية كريم شانتية وباش نعمل بها الزينة من فوق باش نحاول نعمل قوري ديت هكا وتوا اكمل زينتها من فوق باش نكمل انزين الحراف من هنا باش نبعد تعطيه منظر وتوا اكمل زينتها على حراف ومن فوق ما بقى اكين باش الرش عليها اللي قدتو اللي قعد دينا كافت فتتو بالباهي وهوك انتو ما كنت تحبوش تعملو هكا تنجمو جس تزينو هكا على حراف وهوك انتو ما الزيناء شوية لكم نحط هنا في الاسباس الفرق هيدا الكل وهكا كملت من فوق وباش نكمل انزين الحراف هيدا من الكل بالروج وعندي هنا قليبات هكا في الروج باش نحاول نحطهم هكا وهوك انتو ما الزيناء ادفننو وعملو اللي تحبو عليه وهيدي القاتون تاعي باش رجحها تبرد شوي بشكل كريم شون تي تشد روحها ومبعض نوريكم كيفا جيت القاتون امتعنا بردت وحضرت وهذا منظرها الفنال شوفو محلة هلونها في التقديم هنا قصيتها باش نوريها لكم من داخل كيفا جيت وهذا منظرها من داخل شوفو محلة هم اكل الوين وكالطبقات تشاهي ينجمو ايجيوكم ذيفين تقدموها لهم هكا وتحضروها تعطي منظر مزيين في التقديم وإلا تعملو عشايرو منسي كيفيانا وتحضروها زيدا احلوه الروج هو لون فيفون يجلب برشا في التقديم وحتى القومتاحة ابنينة وخفيفة وما تخافوش من البكربوناتو والخل راهو متحسوهوش جملة المطعم تيحا ديجا هو الي باش يعطيها الخفيفة وباش يعطيها اكل فوليوم انا هنا مصبرتش عليها وديجا بدي تناكل فيها ومطعم اكل فاني كيف كيف يباننها وهيذي الريند فلفت امتيانا متاع اليوم وان شاء الله تكون عجبتكم وتجربوها ونستنى رايكم في التعليقات وكان اول مرة تتفرج فيها وعجبتك القناة ما تنسيش بش تشترك معنا وتفعل اك الجرس الصغرون اللي محتسبوني بشوي نهبط حاجة جديدة نجيكم اول بول وصحة وبشفى لكم وتوا انقلكم باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة